قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنها سترسل إلى أوكرانيا اثنين من نظمة الصواريخ ناسامز أرض جو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية وقذائف مدفعية وبهذه الشحنة من المساعدة العسكرية تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6 مليارات وتسعمائة مليون دولار منذ دخول القوات الروسية لأراضي الأوكرانية يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي وتهدف المساعدات الأمريكية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية بينما تواجه عجزا في الرد على المدفعية الروسية الثقينة